دائما نصل متأخرين ودائما نكرر أن نصل متأخرين خير من أن لا نصل أبدا وكم تنطبق هذه القاعدة على العلاقات اللبنانية السورية ففي أيام الحرب وعلى عهد الوصاية فوت البعض فرصة السيادة على اللبنانيين بالانبطاح والزحف وبعد خروج الجيش السوري من لبنان شنوا حرب تحرير بعدما أصبحت سوريا في سوريا وبقي لبنان في لبنان ولم يهادنوا إلا في زمن السنسين حيث زاروا دمشق وناموا في عرين الأسد أما عند اندلاع الأحداث على الأرض السورية سنة 2011 فأقحموا لبنان في الأزمة لتكون النتيجة منذ تلك المرحلة رفضا للتواصل مع الحكومة السورية لا من أجل تنظيم عودة النازحين ولا حتى في سبيل تأمين متنفس للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة وعندما طالب وزير الخارجية جبران باسيل بعودة سوريا إلى الجامعة العربية قامت القيامة ولم تقعد تماما كما وقع زلزال 17-21-2019 بعد أربعة أيام بالتحديد من عبارة باسيل الشهيرة أنا ذاهب إلى سوريا دائما نصل متأخرين ودائما نكرر أن نصل متأخرين خير من أن لا نصل أبدا واليوم وصلنا إلى سوريا وليس المهم إذا وصلنا بعد إشارة أمريكية أم لا فالمهم أننا وصلنا وأن هذا المحظور والمحرم في نظر البعض صار من الماضي فمتى تصبح بالونات الاختبار الحكومية من الماضي أيضا وتبصر الحكومة المنتظر النور الجواب على هذا السؤال على ما يبدو سيتأخر خصوصا في ضوء الطرح الجديد الذي سرب اليوم عن حكومة من أربعة عشر وزيرا فما الغاية من هذا الطرح المستجد وهل يعتبر أصحابه أنه وسيل الضغط مع علمهم أنها لا يمكن أن تنجح في ذلك أم أنه إعلان رسمي عن دفن المبادرة الفرنسية وحكومة الاختصاصيين التي تشكل صلبها وإذا كان هذا الطرح جديا هل من حاجة بعد إلى دليل إضافي على ذهنية التخبط والضياع والتقلب لدى البعض ومن وراء هذا البعض وفي كل الأحوال أي طرح من هذا النوع يفترض أن يناقش مع رئيس الجمهورية رسميا أولا وعندها لكل حادث حديث فالبداية من الموضوع اللبناني السوري فبعد الدعم الأمريكي لخطة حل أزمة الكهرباء في لبنان مرورا بسوريا أول وفد وزاري رسمي لبناني في دمشق اليوم فبعد في تفاصيل الزيارة في تقرير للزميلة نانسي سعب